من القدس تنضم إلي مراسلة العربي كريستين ريناوي أبدأ معك كريستين من ملف المفاوضات مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يعمل على صياغة خطوط عريضة لصفقة تبادل بين حماس وإسرائيل هل رشح أي جديد يتعلق بهذا الشأن من الجانب الإسرائيلي؟ مستجدات هذا الملف ظاهر بأن إسرائيل تعتبر بأن الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس يوم أمس ومثل الإسرائيليين رئيس الموساد دافيد بيرنيا أيضا كان هناك حضور للوساطة القطرية وأيضا مدير الـ CIA وليام بيرنز الحديث وفق ما رشح على الإعلام الإسرائيلي بأن هذه فرصة وإسرائيل تمضي في استئناف الاتصالات التي توقفت على مدى أكثر من أسبوعين على خلفية موافقة حركة حماس على الورقة التي سلمت إليها وإسرائيل تنصلت في حينه وقالت إن هذا المقترح لا تعرفه وفيه خطوط الحمر يتجاوز الموقف الإسرائيلي من هذه الصفقة لكن هناك تشاؤم كبير وفق ما نقلت القناة الثالثة عشر الإسرائيلية عن مصدر ومسؤول أمني كبير قال إن هناك تشاؤم لكن إسرائيل تمضي في هذا المصار وأيضا في الأيام أو الساعات الماضية كان الحديث في إسرائيل على أن قدم لها في الأشهر الماضية وفي الشهرين الماضيين تحديدا مقترحات أفضل من تلك الموجودة على الطاولة اليوم وأن إسرائيل فوتت فرصا أفضل لكنها الآن ترى بأن الاتفاق أصبح ضرورة وهذا المهم بأن هيئة البث الإسرائيلية يوم أمس نقلت بأن هناك إجماع بين قادة الأمن في إسرائيل ونتحدث هنا عن رئيسي الموساد والشباك رئيس الأركان هيرتسي هاليفي وزير الأمن وأفغلانت وإضا وزيري الكابنت الحربي بيني جانس وجادي أيزينكوت يعتبرون بأن الاتفاق هو ضروري في هذه المرحلة وليس فقط من الناحية الأخلاقية والوطنية كما أسموها وإنما حتى من الناحية العسكرية أن إسرائيل بحاجة لهذا الاتفاق وهي قادرة على تجديد النيران في حل لو احتاجت إلى ذلك تالي هذا أيضا تعتبر إشارة مهمة بأن إسرائيل هي أيضا راغبة في الحصول على هذا الاتفاق ويبدو بحسب هيئة البث بأنها مستعدة للتنازل عن أمور كانت متعنتة فيها وهنا أتحدث بأنه في المرحلة الأولى أو الدفع الأولى من هذه الصفقة كانت غير مستعدة للتنازل عن الإفراج عن 33 من الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين الأحياء الآن يبدو أنها تبدي مرونة معينة لكن خبر هيئة البث يتحدث بأنها لا زالت تتمسك بمواقف معينة وكنا شهدنا أنه في الأيام القليلة الماضية كان الإعلام الإسرائيلي ينقل بأن بني مينتنياهو لا زال يرفض أن تتضمن اتصالات الصفقة التزاما إسرائيليا بوقف الحرب لكن أخذ الفريق المفاوض الإسرائيلي تفويضا معينا لم يأخذ كل ما طلب به لكنه أخذ صلاحيات معينة من أجل بلورة مقترح إسرائيلي وتقديمه للوسطاء ذلك يتزامن مع الاجتماع في العاصمة الفرنسية باريس ذلك يتزامن أيضا تزاهر مع استمرار العمليات العسكرية وإسرائيل تزعم أصلا بأن العمليات العسكرية كان في رفح في الوسط في الشمال في جباليا بأنها تأتي في إطار الضغط العسكري على حركة حماس وأيضا هي تبحث عن جثث وليس عن أسرى أحياء هي تقول أنها تبحث عن أسرى لكنها لم تستطع إلا أن تخلص أو تستعيد جثثا وهذا ما جرى يوم أمس بأنها أعلنت من خلال جيشها عن استعادة ثلاثة جثث من جباليا التي أيضا أعلن الأسبوع الماضي عن استعادة أربعة أسرى كجثث من هناك بالتالي هناك موقف في إسرائيل باستئناف الاتصالات من بعد أن توقفت كان هنا نشير على أن الكابنت الحرب اجتمع يوم الأربعاء وفوض باستئناف هذه الاتصالات وأيضا تلميح في الإعلام بأن هذا أصبح ضرورة الآن حتى على المستوى العسكري زهر